ما عندما المستثمر يريد أن يتحوط من مخاطر أسواق الأسهم ما الذي يفعله؟ عادة يشتري السندات ولكن السندات خلال العام الماضي جلوبل بونز العالمية سجرت خسائر ب31 في المئة كنا نتحدث هنا عن أسوأ عام للسندات منذ حوالي المئة عام تقريبا يعني من كان يحاول أن يتحوط من مخاطر أسواق الأسهم بالعكس هل هذا العام سيكون الوضع مختلف لأسواق السندات؟ ولذلك لدينا اليوم زينة رزق وهي مديرة قسم أصول الدخلة الثابت في أرقام كابتل زينة شكرا لتواجدك معنا اليوم أسئلة كثيرة اليوم حول أسواق السندات وخصوصا من احترأت أصابعه بالنار خلال 2022 عندما نتحدث عن أسواق السندات طبعا نركز أول شيء ما الذي سيحدث مع الفيدرالي صح اليوم السوق يصاعر معدلات فائدة 5.4% بداية العام اختلفت بشكل كبير عن توقعات اليوم بالنسبة لكم كيف ترون التوجه؟ صحيح 2022 و21 تنيناتهم كانوا سنتين سيئين جدا للسندات الإيكوناميك فيجرز أو المؤشرات الاقتصادية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي بآخر شهرين خلت السوق يغير المنظر بالترمين الريت يعني كنا متواعين 25 نقطة نقطة أساس 25 ثانية بمارج ونوقف هون هلأ السوق صار 25 نقطة أساس ثانية ولكن نحن ممنع تقد أنه آخر مؤشرات آخر راح تغير البيس كيس أو راح تغير راح تضل فيه تلارج الاقتصاد هذا بعض البيس كيس تبعنا على الرغم من كل هذه البيانات القوية مبعات التجزئة التضخم كل هذه الأمور تتوقعون بأن الاقتصاد سيتراجع ولكن هل سيتراجع نتيجة اللاق إفكت أو هذا التأخر ما بين أقرار السياسة النقدية والاقتصاد أو لأنه الفيدرالي بعد سيشدد بوتيرة أكبر ما بعتقد الفيدرالي راح يشدد بوتيرة أكبر باش بعتقد أنه مثل ما قالت اللاق إفكت بعد ما شرفناه بالاقتصاد وهيدول الأرقام نعتبر أنه هنا سيزنل من وراء قوة الاقتصاد بايل كيو فور هيدول الأرقام بعضهم سيزنل وهن باكورد لوكين يعني بيطلعوا على الاقتصاد كيف كان قبل مش كيف رح يصير او لا قدام لهذا السبب نحنا منعتقد انه الفيدرالي يعني الشغل الوحيد رح تتغير انه ما منعتقد انه الفيد فاند ريس رح توصل الستة او ستة ونسبة المية مثل ما البعض عم بيقول نحنا منعتقد انه رح يكون في خمسة وعشرين بايسس بونس هلأ بمارش وخمسة وعشرين بمايو بعتقد انه الفيدرالي رح يوقف هون ورح ينعكس هذا الارتفاع بالانترست ريت على الاقتصاد ورح يقدي لتراجع اقتصادي شو يعني هيدا لقدامنا نحط بونس بالبورتفوليو طبعا نحنا السنة الماضية كانت سنة كارثية بالنسبة للسكستي فورتي هيدا السنة بالسيناريو اللي عم تحكي فيه زينا انه عنا خمسة وعشرين نقطة اساس بمارس وخمسة وعشرين نقطة اساس بعدين وبعدين عنا بوز قبل ما نبلش يمكن نشوف البيوت شو يعني لقداش نحنا لازم نحط بونس بالبورتفوليو صحيح انه سكستي فورتي ما كان يتزابت قبل لانه كان فيه كوريليشن بين السندات والاسهم ما قبل وفي شغلة تانية انه اذا منطلع بالمؤشرات طبع السندات طبع فيكست انكا كنا مبلشين من سفر يعني الانترست ريت كانوا سفر هالسنة مبلشين من خمسة بالمية وتأثير فيه تراجع اقتصادي التراجع الاقتصادي بيأثر على الاسواء بالاجمال الاسهم وسندات ولكن الاسهم بيتأثروا سلبيا اكتر بكتير من السندات هذا او من اول وطاني بارت مبلشين من خمسة بالمية سوء اذا طراج صار فيه تراجع بالسندات نحنا مش نبلشين من سفر سفي عنا قبل ما نبلش نشوف ناجاتف انترستات ولكن لانه نحنا منتوقع تراجع اقتصادي منفضل السندات طبع الجود الاقتماني الاعلى يعني الانفستمنت ريت على الهاي ييلد لانه فيه سبب ارتفاع بالمخاطر كتير عالية اخاطر المخاطر ريفينانسينغ مثلا يعني اعادة تمويل الدين وبنفس الوقت يعني بيكسر فيه اللي ما يسمى بالريسك اوف مود يعني بيصير الانفست بيصير المستثمر ما انه كتير برون ياخد مخاطر اعلى مرتفع اكتر يعني اليوم احاول النظر الى ما يحدث فيه اسواق السندات عواء السندات العشر سنوات مستقرة تقريبا العامين والعشر سنوات خلال هذه الفترة اخر اسبوع يعني تدورات ولكنها ارتفعت بشكل كبير منذ بداية هذا العام عوائد تقريبا ما بين ثلاثة ونصف الى اربعة في المائة انظر الى الهاي ييلد بونز او الجانك بونز تعطينا اكثر من ثمانية في المائة ولكن الاسبردز لازالت يعني لم نشهد تحركات كبيرة لم نشهد هذه التقلبات في الاسبردز كما شاهدنا في اسواق الاسهم او اسواق اخرى هل تتوقعين بان هذه الاسبردز ستبقى منكمشة ام انها سنشهد توسع كيف تقيمين اليوم على السوق هلا نحن اعتقد ان الاسبردز هي اكثر على الاسبردز يعني رح ترتفع لا اكثر اذا بلاشنا نشوف السلساينز طبع التراجع الاقتصادي طبع بالسوق الامريكي ولكن ما فينا نشوف الاسبردز لالهاي ييلد او الجانك بونز او الانفستمينت غيرد بجد الطريق لانه نحن الباسكيس طبعنا هو التراجع الاقتصادي نحن منفضل الانفستمينت غيرد لانه منعتبر انه حتى لو ارتفعت الاسبردز ما رح ترتفع بشكل ملحوظ مثل الهاي ييلد طيب يعني اذا تفضلين فإذا من الانفستمينت غيرد بونز خلال هذه الفترة ماذا عن الانفستمينت غيرد؟ الانفستمينت غيرد جدا وصلنا لمحالوين الفترة رفعت 25 جاية رفعت 25 بمي اللي رح يصير حتى قبل ما يصير البيوت وقتا الفترة تأتي ساينز انه رح توقف الهيك عيك سايكل يعني ارتفاع الانترس رات الماركس شو بيصير بالاسوأ الشورت ترم تبع الكيرف بينخفض حسب قوة التراجع الاقتصادي لهذا السبب نحن نفضل نكون بالميدل بارت من خمسة ل عشرة أو سبعة سنين إذا تحدثنا على مناطق الجغرافية اليوم إذا فقدت أخذنا نارتف البفت اليوم البنوك المركزية مش متفق بين بعضها عند أي مرحلة بدا تاخد البفت الكندي بلش بالبفت الـ ECB لسه ما منعرف الاجتماع الجاي 50 نقطة أساس مسعرة الفيد مثل ما عم تحكي لأي درجة اليوم بتشوف بأنه بأسواق السندات العالمية رح يكون في عنا ديفيرجنس بالأداء رح يأثر على التوجه الاستثماري لأنه البفت مش معروف ومش متفق عليه بين البنوك المركزية شحيح البفت لأنه الاقتصاد بالعالم كمان كتير منه متوحد يعني نسبة التضخم بيوروب بعدها كتير مرتفعة سمنقرنا لنسبة التضخم بأمريكا وطبعا سعر الكموديتيز أو الأول كتير أثر سلبا على يوروب أكتر بما أثر على غير مناطق بالأسواق ناشئة كمان منشوف ديفيرجنس كتير كبيرة بالاقتصادات منفضل الجي سي سي أو بلاد الخليج لأنه طالما سعر النفط هلقدي عليه لأنه منفضل الانفستمينت جريت الفندمنتلس طبع الجي سي سي أصبك أحسر بكتير من غير محل ولأنه نحن نعتبر أنه المخاطر رح ترتفع ورح يصير في عنا تراجع اقتصادي منكون بمحله نتلمي عنا كلارتي على كيف رح يكونوا الناكس تابس طبع الفند منفضل نكون بجي سي سي مقابل غير بلاد ما بتتخوفي من الفولاتيلي اللي ممكن نشوفها على الاويل برايسز إذا شفنا كيف ممكن تأثر على البونز بلا بس لأنه الفندمنتلس طبع البلاد الخليج مبلش بأحسن كتير من غير محلات سوفي كوش في كوشن الكريدت ريسك أو ديفولت الفلسات التبريع لازلت منخفضة جدا في المنطقة ورح تضع المنخفضة بالمنطقة أسواق الناشئة بشكل عام ما فينا نطلع فيهم كشكل عام سنعنا كتير ديفولت هذه السنة نحن نعتبر هالسنة الهايست ريسك هن ببلاد مثل باكستان أو ساب سهاران أفريكا ولكن والكوربرت يعني إذا بدنا إذا بدنا نقرير 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 سوفران versus كوربرت الماضي عن محافظة البنك المركزي الياباني الجديد والبكوشن هل رح يكون في عنا البفت رح يبلش ولو قلنا متأخر كتير بالنسبة للبنك المركزي الياباني أن نشوف البفت العكسي ربما لأن نشوف سياسة أكثر تشددا المستثمرين بسوق السندات كانوا عم بيعولوا كتير عليه وهذا الشي اللي رفع الييلدز كيف اليوم بتشوفي أسواق السندات اليابانية هل أنت أبدا استثمارات باليابان لأن الانسورتينتي كتير مرتفعة من هنا ومن فضي يعني الستراتيجي اللي عم نتبعها هلأ أنه فينا نضل بالجي سي سي اللي بتعطينا مردود مرتفع بلا كل هالانسورتينتي يلي ما عنا جوابات لأله مش نيك عم نركز أكتر على جي سي سي ومين لي على ميناء إيجيبت كبين من وراء السقوك يلي يلي أصدرون الأسبوع الماضي السقوك الدولارية نعم اليوم إذا نظرنا إلى المنطقة أين تتراوح العوائد للإنبسمنت جريد بحدود الـ 5% 5% 4.5% 5.5% depending على وين تحدثت عن حوالي 5 سنوات إلى 7 سنوات 9 سنوات تقريبا يعني برأيك هل اليوم عندما أنظر إلى الإنبسمنت جريد أيضا في الخارج هي قريبة من هذه المستويات يعني الأربعة ونصف إلى 5% في اليو أس ما الذي يقنع المستثمر أن يضعها هنا وليس فيها الشركات في الخارج هلأ في درسيفيكيشن بين والسندات والسندات الخارج بلوش إذا مطلع بالجي سي سي الفندمنتلز أويل برايسز مرتفع أكتر من مية على مدة ثلاث سنين وربعات والفيسكولز والأفكت إكس الاقتصادة المواتب بيكون في مونتري أن فسك إذا صار فيه تراجع اقتصاد من نتيجة المونتري الفسك الفيسك يتعود لأن في دولار ريجير تصير مرتفع ذكرتي موضوع السندات المصرية نحن الـ 1.5 بليون اللي شفناها انطرحت على 11% يعني هي دبل الكوست اللي شفناها بالنسبة للسندات اللي هي أساسا هلأ بالنسبة للاقتصاد وهذا يرفع البوراوين كوست فأدي تتخوف أنه بعدين يكون عنا بيطالب المستثمر حتى يعود على هذا الرزق صحيح بلاشنا نشوف هذو لأن الـ ريستركتشرينج بلاني للآياماف عم تطلب من مصر أنه تنفزه وفي مخاطر وفي تساؤلات كبيرة إذا الحكومة الوسائية رح تقدر تعمل هذا البلان أو لا إذا هذا البلان ما قدر يتنفس ساعاتها بيصير فيه مخاطر لإعادة تمويل الدين طبعا مصر ما منع تقير أنه هذ المخاطر هلأ رح تكون ولكن الأسعار السندية التي ارتفعت مثل ما تفضلت وقلت من 5 إلى 11% بتفرج هذه المخاطر بس بعد ما وصلنا على الـ نحكي بال40% و50% زينة رزق مديرة قسم وصول الدخل الثابت في أرفام كابيتل شكرا جزيلا شكرا زينة